موسيقى طيار مستقبل هجم كل البرامج اللي انتقدت خطاب سعد الحريري طيار مستقبل طيار مستقبل مع حقها المرضى فوفي مش عمشان سكت طيار مستقبل مدة طويلة تمسقلوا على أغلاط الملاقين طبعوني الشخص سعد يرقبوا على ظهره أو ياخدوا كسرة هان في ذكرى استشهاد الرئيسي شهيد رفيقي الحريري اللي كل لبنان تأزم وورا موته بلناش اضحق عبعد خط أحمل موضوع بمسلش في مزع ومن يوم الله اي تلفزيان اي شاشة بلبنان بتتمسغل على الموضوع تغفر بالسرعة السامعة الأحمر وبدو يصير فيه دم بالموضوع بس نحن حكينا عن الموضوع اه لا يعني بيش كتير يعني انه فيه مزال انه لا لا حسب الطريقة اللي بقى تحكي فيه اه كلا يعني فيه طريقة بتقطع سلسي شوية اعرفت وممكن ما نسكر التلفزيان ما نسكر مثلا الانلاين أبارتمنت يعني يزدروي التلفزيان كله اه فهمت عليك انه طيب ابو طلال كمان كنت عم بقرة بالاخبار انه مشيل سميحة يصاب بواقع صحية اثناء استجوابه سادي سادي هو مش يصاب شو هو اصاب حالو كيف اصاب يعني كيف المأسير اللي بيكونوا بالسجون وما بيأكلوا شو هنه مأسير الاسرة اسير جمعة اه مأسير المأسير اللي بيكونوا بالسجون وما بيأكلوا هو هاك عمل لما كيضوا القاضي هش يقولوا القاضي قالوا سوف لا امنحك راح حرية ارى خبط على الطاول الميشيل قالوا اللي عم تقول لي قالوا же اهم جلط حالو اه عنا شبه يعني؟ بقي ما جقنا للطاول المشغ الطيبه هي اذا عمل هذا شلط حالو ضغط عسر يدقو تليفون انتو كازوا الامبلنس على المتحف فيه عجقة آه عبال ما خلص أجا حمالوه طيار لوانتو ويه عالمستشفى وصل وصل على المستشفى انزال مشيال اسباحة وكفى طريقه فجر حالو شو الامبلنس كيف فجر حاله عم بزاول عمله هو أمان الزلمي عم بموت وعم بزاول عمله بنفس الوقت كما شونا طبع عمبلانس للشوفار أماني قال له عالتفجير ضغري ما تهتم معنا منح قوع تهتم كمل حلو واحد وقت يكون أبو طرال كمان كنت عم هيك قال لي بالأخبار شفت شو هادي قصة حشرة الصندل تشتاح البيوت هادي شو قصتها فو في حقيقة يعني بلد تلفه الزبالي من كل الميلات أنه شو بدك يطلع مثلا فرشات أنه أكيد بده يطلع حسرات وهلأ أنا مبلش يضاهر من صيدها اللي عمت خلصيد على الأولة شفت سلح فيها بدون كفر بدون كفر أولا غريبا يعني بلد ظهر طبعا مزلطة وقف عم تفرج عليها مرأة واحد قال لي عم بيشو معلاقة عم تبرا أختر لأنه انتشان بالزلط غض مزر يعني فهمت بلأ أبو طرال يعني اللي أنت عم تقوله أبدا ما ببشر بالخير أنت عندك هذا الإحساس أنه في حرب عالمية الثالثة جاية من كل هالمشاكل لا لا فو انسى حرب عالمية ما بتسير ما فيه لا عمشان بده قرار دولي وعنشان لسه ما تبقى للدول اللي بديفوتوا بالحرب العالمية الثالثة فهلأ ما في حرب عالمية الثالثة رياحتنا هيعملوا الرابعة لتكون أشرة الثالثة يعني حيبانشوا بل يعني خطوة استباقية بيعملوا الرابعة بعدها منرجعها الثالثة نعم شكرا أنا بها المناسبة بحب أطلق على جمهور الكريم هاشتاق ولحقونا في ناطرينك الرابعة شو خاص رابعة مش مارطة لحسان عز الدين الرابعة الحرب العالمية الرابعة آه شكرا للمداخل أبو طلالي اللي فعلا بالدابريس شكرا